اشتركوا في القناة في محافظة حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي أكد فخامة الرئيس أهمية اللقاء بممثلية السلطة القضائية بعد عامين من تشكيل مجلس القضاء العلاء الذي انعكس بشكل واضح على حضور دور السلطة القضائية وتزايد ثقة المواطن بالمحاكم ومرافق العدالة بما يسهم في فرض النظام وسيادة القانون استقبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئيسية الدكتور رشاد محمد العليمي بالقصر الجمهوري في مدينة المكلة قيادة غرفة تجارة وصناعة محافظة حضرموت وعدد من رجال الأعمال في المحافظة وذلك بحضور المحافظة الأستاذ مبخوت مبارك من ماضي رئيس مجلس القيادة أكد همية اللقاء بقيادة الغرفة التجارية بحضرموتة منوها بتدخلاتهم الإنسانية والإنمائية في ظل ظروف الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية مستعرضا التحديات التمويلية التي تواجهها الحكومة وانعكاساتها على وضع المالي العام للدولة أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها الشديدة لجريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أسماعيل هنية أمس الأربعاء في العاصمة الإيرانية طهران وجدد بيان صادر عن وزارة الخارجية التأكيد على همية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمنع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمي بحق الشعب الفلسطيني والتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في غساء أعلنت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي إزالة إسمي الرئيس الأسبق الراحل علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات الدولية وقال بيان نشر في موقع الأمم المتحدة على الانترنت أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 2140 قامت بإزالة الإدخالات الخاصة بالأفراد والكينات لكل من الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي من قائمة العقوبات ختام الموجز دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر